طيب النهاردة تصرحات روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب طبعا الوطني اثارت غضب عدد من اعضاء مجلس ادارة اتحاد الكرة اللي قال فيها احنا مش المغرب وفي نفس الوقت مستقبل الكرة المصرية صعب قد يكون الكلام اللي قاله روي فيتوريا واقعي وقد يكون انه هو تكلم فيه ان النسب المحترفين في اوروبا واللي تكلم عليه ان الفرق ما بين المنتخب المغربي والمنتخب المصري قال تحديدا ان المنتخب المغربي بيمتلك كل لعبين محترفين في اكبر الدوريات في اوروبا لكن مصري لا تمتلك في اقل من 26 سنة سوى لعبين فقط من العناصر السية اللي بيتم الاعتماد عليهم في المنتخب الوطني اتحاد الكرة طبعا متضايق انه هو تكلم فيه او بعض الاعضاء تكلم فيه ان المشاكل وان المستقبل الكرة المصرية صعبة على اعتبار مش عشان اي حاجة عشان اتحاد الكرة مش عايز يثير الجماهير او يخلي حد ياخد باله من اتحاد الكرة في التوقيت الحالي او يحمله المسئولية او يتعامل معه زي ما قلتلك كده القضايا المهمة اللي تهم الكرة المصرية زي موضوع منتخب الناشئين اللي هو خرج وبعدين اللي حس ولا خبر ايه اللي حصل فيه ايه المشاكل اللي حصلت ايه الازمات ايه الاسباب اللي اللي قدت لخروج منتخب الناشئين بقيادة محمد وهبة اللي خد كل الفرص وخد كل التوقيتات وفي النهاية كان فيه مجاملات صارخة صارخة تسببت فيه خروج او في فضيحة منتخب الناشئين بتكلم على منتخب الناشئين دلوقتي لانه في رغم ان فيه عناصر كويس على فكرة على رأسهم طبعا عمر سيد معوط اللي هو واحد من اللاعبين اللي ممكن يكون ليهم دور بارز خلال الفترة اللي جاء وفيه اتنين تلاتة كويسين لكن كان فيه مجاملات صارخة ليه بقولك ده بقولك ده علشان بداية اي منتخب علشان يحصل بطولة دولية وبطول الكاس عالم هو من منتخب الناشئين عايز تعرف اي منتخب رايح فين او هيكون بيتفوق ازاي بص النتائج فرق الناشئين وفرق الشباب او المنتخبات وبص الاختيارات اتحاد القرى اللي فيه وبص ليه المدربين اللي بيتعاملوا مع المنتخب الناشئين والشباب واحنا بفترة من الفترات كان بيتولى قيادة منتخب الناشئين وقلتلك قبل كده اتنين من اهم النجوم في مصر او مروا عندهم خبرات تدريبية عشان كده لما اللي اتنين دول بقوا موجودين على رأس القيادة الفنية للمنتخب الاول قدرت ان انت تاخد طلب بطولات اللي هم الفين وستة وثمانية وعشر لكن قبلهم هو نفس الجيل او معظمه نفس الجيل اللي كان بيدربوا شوق غريب وحسن شحاتها فانت واحد بحجم يخلينا في حسن شحاتها كمان تحديدا وشوق غريب ليه تلك كبير كلاعب وفي نفس الوقت كمدرب لكن بنتكلم على واحد اسطورة كلاعب اللي هو حسن شحاتها لما حسن شحاتها يبقى بيدرب منتخب الشباب مع كامل احترامي كامل احترامي ما بقللش خالص من الكابتن محمد وهبة اللي هو المدير الفني السابق للمنتخب الناشئين لكن تاريخه كلاعب لا يؤهله ان هو يكون موجود فيه منتخب الناشئين على رأس القيادة الفنية ده لا يتحملوا اتحاد القرى الحالي خلينا بس نتكلم بشكل منصف وبشكل واقعي لكن لما تيجي تتكلم على محمود جابر محمود جابر عنده اسم طبعا كلاعب وفي نفس الوقت كمدرب وبالتالي بنأمل ان هو يقدم لنا جيل جديد للكرة المصرية المصرية وده يتزامن مع تصريحات روي فيتوريا اللي بيستأمنها بعض اعضاء مجلس ادار الاتحاد الكرة اللي بيقولك فيها بشكل واقعي انتم الآخر ما عندكوش لعيبة تؤهلكو ان انتم تنفسوا على لقب بطولة سواء بقى امم افريقيا ان انت تعمل انجاز زي انجاز المنتخب المغربي وبالتالي من هنا بتبدأ المشكلة ولما تيجي تتفرج على منتخب زي منتخب الارجنتين هتلاقي ان المنتخب ده موجود فترة من الفترات كان بينافس على بطولات الناشئين والشباب ثم بعد كده بيصل في 2014 او بيصل للنهائي بقيادة ميسي اكتر من مرة فبيخفق فبالتالي بيصل في النهاية ان هو بيحصد كاس العالم في عشرية 22 فاذا انت بتتكلم في تخطيط وبتتكلم في رؤية وحط تحت كلمة رؤية فنية وادارية مليون خط ودائما بيتقال ان تدي العيش لخبازوي يعني ايه تدي العيش لخبازوي يعني المسؤول عن القصة دي ما ينفعش ان يكون حد من خارج الناس اللي عندها خبرات في كرة القدم ومن شرط يبقى نجم كبير حالة حسن شحاته ان هو كان نجم كلاعب ونجم كمدرب واسطورة طبعا واسطورة في الرياضة في مصر مش في الكرة بس هي حالة نادرة يعني هتلاقي ان احنا على مدار السنوات الماضية مش هتلاقي نجم في الملعب ونجم في التدريب لكن قد تحدث في فترة من الفترات الى جانب وجود مدرب وطني بالنسبة لسكالوني المدير الفني لمنتخب الارجنتين كل الامور دي اتحاد الكرة حتى الان لم يعلن عن خطة واضحة لتطوير المنتخبات الوطنية ومستقبل المنتخبات الوطنية وده اللي خلى روي فيتوريا النهاردة بيجاب لك من الاخر ان انا ما بواعدش بحاجة انتوا اصلا ما عندكوش لعيبة علشان حد ييجي يكلمني في اي بطلات او بوعد بي اي بطلات فبالتالي المسئولية هنا مسئولية اتحاد الكرة لان هو اللي جايب رويه فيتوريا وهو المسئول عن تواجد او تعيين الاجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية اللي لغاية دلوقتي لم يتم الاعلان برضو عن تشكيل بعض من الاجهزة الفنية سواء في 2005 او 2008 اللي تقال ان اتحاد الكرة هيعلن عن تشكيل الاجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية ترجمة نانسي قنقر